السودان والعالم العربي صور عامة في تجاهل للأطفال إن كان بدأ بعض الشيء أن يكون في اهتمام بالنسبة للطفل وكذا ولكن مرضو ضايع بالنسبة للعالم العربي أو عندنا نحن في السودان فالطفل ما بلقى حقه وعشان كذا أنا قررت أن أعمل مدرسة هذه المدرسة تهتم فقط بالأطفال يعني أنا ممكن حسا أقول لي مشهد بتاع مسرحية كبيرة جدا جدا وأنجح في الدور ولكن برأي أنه كل إمكانياتي يجب أن أوجه للأطفال ووصفة للأطفال وقد كان فقدمت العديد العديد والكثير الكثير من الأعمال بالنسبة للطفل داخل وخارج السودان طفطمت من السودان شارع شارع ما عايز أقول القالة الغزافر لك يعني ما أخليت محلة بيت بيت وزنج ما أخليت محلة إني أنا مشهدت ممكن تكون آخر مرحلة وكنت بتوقع نفسي إني ما عاصلة مدينة جوبا وفجأة لقيت نفسي أنا في جوبا وبقدم لأطفال جوبا ومن هنا لنحييهم يقول لهم كل سنة أنتوا طيبين لأطفال جوبا وأطفال كل مكان جوبا إيه؟ جوبا إيه أستاذ يحيا نحن سيدين بك والله ومن خلال هذه الفقرة قصدنا فقرة تكريمية وفقرة نعترف فيها بي بما قدمت من خلال هذه المسيرة اللي أضاءت لي الفن والجمال السوداني ومنذ أن كنا أطفال كنا نشاهد ما يقدم أستاذنا يحيا جبيل سوف نسألت قالت لي الأطفال وجاوبتها لكن خلينا نشوف من الزرع فيك محبة هذا الفن وهذه الفنون واختيارك للطفل يعني أي إنسان يكون عنده عرابه أي إنسان يكون عنده أستاذه اللي يتأثر به بمن تأثر أستاذ نحيح؟ والله يا فأنا عايز أقول لك حاجة أنا يمكن أن يكون الفنانة الوحيدة اللي أستردت به محمد شريف أقول نعم فمحمد شريف زمان هو طالب في ود سيدنا كان بيجي بمسرحيات وقد ما دخل محدد المسيح والمساء فكان بيجي بمسل تمسيليات براه فأنا كنت معي الله وكذا دا وقدت أستقيم إنه حاجات كثيرة جدا جدا كمان اللي أكد إلينا دعوات أمنا نعم إن شاء الله الذي قال له خالج يتفرج فيكم ومن اليوم داك بالفضل فيه محمد يتفرج فيه نحن هنتفرج ونكمل الفرجة ذي إن شاء الله لكن نرجع ليوسف الكوب ترول ونجير عاجعين بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر